زي من وانا صغيرة اتفرجت على فيلم اسمه الليلة الموعودة كان بطولة مين؟ الفنانة كريمة مختار، فنان فريد شوقي، والفنان أحمد زاكي الفيلم ده فريد شوقي كان طالع بدور رجل نصاب بيدور على الستات الأرامل عشان يوقعهم في شباكه ويتجوزهم وبعدين ينصب عليهم وياخد فلوسهم لحد ما اتجوز مين؟ كريمة مختار من وراء ابنها أحمد زاكي لما أحمد زاكي عرف حيات الرجل ده وحاول يحذر أمه عشان ينقذها كان قبل فوات القوانة أما جي بقى ما صدقتوش لدرجة إن هي قطعت مع ابنها فضلت عليه الرجل النصاب بعد المعارف يملد مغها كويس ينسيها حتى ولدها وقتها كنت حاسة إنه في مبلغة من مؤلف الفيلم إنه بيقفور زي ما بيقوله قلت ممكن، ممكن واحد نصاب قا يضحك على واحدة أرمالها وياخد فلوسها بكلمتين حلوين بس مش لدرجة إنه يخليها تقطع ابنها اللي هو حتة منها وتفضل عليه راجل أو واحد لسه عارفة من قريب ده ابنها أكيد مفيش أي أمه ممكن تعمل كده صح بس بعد ما سمعت حكايتك يا ردو اللي العهدة فيها عليكي زي ما بنقول بما إننا ما سمعناش الطرف التاني ومعرفناش منطق ردها إيه استغربت وقلت ده مش شغلة أفلام وخلاص على أرض الواقع اللي احنا عايشينه ده أو في الواقع اللي احنا فيه ده في أمهات ممكن تعمل كده يتضحك عليها وتتجاوز واحد نصاب ومش كويس لدرجة نوم ممكن يخليها تقطع لقطب ابنها أو بنتها زي ما حصل معاكي الجديد بقى المرة دي إنه خلاها تقطع كمان مع باقي أهلها حسب ما فهمت من كلامك صح؟ بدليل إن أنت عايشة مع جدتك اللي هي ممت مامتك بس تعالي بقى نبص لنقطة مهمة جدا في كلامك وقفت عندها كتير أنت قلتي بلسانك إنه أمك حنينة عليكي مش هقول كانت مش ما خليك ينقصك حاجة كل ما كان يتقدم لها حد ويطلبها للجواز وهي صغننة ولسه حلوة وشابة كانت بترفض كانت بتقول لكل اللي حواليها بنتها بدأت تكبر وتبقى عروسة مش هينفع دخل عليها حد إزاي تعيش مع رجل غريب شفتي الجمال؟ يعني الست دي رغم الكل اللي عملته معاكي في الآخر أحساس الصدمة اللي أنت حسى دلوقتي من ناحيتها لكن هي ضحت بأجمل سنين حياتها عشانك لحد ما بقيت في قولة كلية صح؟ يعني معدنها في الأصل كويس فيش أم وحشها يا رضوة ربتك كبرتك علمتك وقفت جنبك افردي بقى يا حرام إن هي وقعت ضحية بسبب إنسان مش كويس استغل إن هي عادي ستة ومحتاجة تسمع كلمتين حلوين عارف يلعب عليها ويغدعها حد ما أقنعها نيض غير رأيها وتتجوزوا هل ساعتها كان المفروض إن إحنا نعالج الموضوع بحكمة وزكاء؟ ولا نعناد ونحسسها إنها مش من حقها إنها تحب وتتحب لحد ما الموضوع قلب معاها بعند خلها تتمسك بيه الواحش ده أكتر اتمادت في غلطها لو كانت غلطانة ودي الغلطة اللي أنت وقعت فيها أنت وأهل مامتك من وجهة نظري وأعتقد حسب ما فهمت من كلامك برضو من القصة إنك دخلتي والدك في الموضوع طول الوقت كان موقفه سلبي لا مهتم بيكي ولا بيسأل عليها ولا يفرق له اتدخل بطريقة ما عجبتهاش صح؟ دلوقتي راح تستنجدي بيه مدالة خلها تعند أكتر بعد ما حست إنك فجأة بعتيها وروحتي تترمي في حضن الراجل اللي سابك وسبها هي مش معتبرة إن هو يقرب لها أو ليها أي حاجة هو باباكي بس سابها صدقين يا رضو ممتك بعد كل اللي عملته ده هي ضحية ضحية باباكي ضحية الظروف ضحية تفكيرها نفسه اللي بيمر بظرف زي ده لازم نقف جنبه نحتويه مش نقرأه ونقطعه ونقطعه معاه ليه؟ مسير ربنا والزمن هيكشفولك كل حاجة وهيكشفولها كل حاجة والباطل ما بيكملش على طول بكرة هتشوفي فكري في كل اللي عملته عشانك فكري إن فيه اتنين إخواتك ما لهمش زنب بقوا إخواتك بصير الزمن هيجمعكوا تاني ببعض وهتبق إنتي المسؤول عنهم وأتربيهم لأنه فرق السنة بينكو كبير فكري كمان في جدتك ممت ممتك اللي أكيد سنها كبر مش هتعيش لك العمر كله يا حبيبتي ورغم كل حاجة صدقين يا رضو ملكيش غير ممتك حاولي تسامحي مش عشانك ده عشانها عشان ترجع وتاني تبقوا كويسين مع بعض وعشان أنت ترتاحي بدلا بتفضلي قاعدة حاسة بالزنب وخوف وفيش ثقة ليه كل ده بيجي من الكره والغضب مش بيأذي أي حد غير صاحبه ترجمة نانسي قنقر ترجم بوعدة حاته مل الهي اهي سترجمة نانسي قنقر